أهلا البناء إن شاء الله تكونوا بخير والأخير طبق الرشتاء طبق عريق أسيل أبنين وخاصة في نواحي العاصمة والبليداء يحبوه ويديروه بزرد لهذا الطبق عدنا حبة بسلة كبيرة نذكر في جوها نديروها في قدرها عندنا داني أمعها كي ما تعرفو دايما الجاج مش هي الحم نبخي سيزي ونأكد الجاج عندنا الحميسة أنا فضلت اللي أنه مراهيش مغلية راهي غير مشمخة في الماء ليلة كاملة فضلت أني نديرها معاهم عندنا تاني مع هاد الملح ملا الربح كما يقولولو شوية تاع الملح لي يكفي الكمية اللي راح نديروها الفلفل لكحل غبرة مرحي كي ما راهو أمانكم نديروه مغير فاق تعدسة ماشي كاملة وهنايا أنا مفضل ما نديرش القرفة مرحية ندير القرفة عود وكي ما راه كو تشوفو قدرتها في الكاس نقعدها في الماء وهذا كل ما نعاود نبدله دوت خوافوه بعد ما شللتها أول مرة لماذا؟ لأنه العود دع القرفة تلقى واحد يعني عود وممتون الداخل يقدر يتخبوا فيه الأوساخ احنا يا لازم نمأكدوه أنه كل حاجات نحاج فيه حتى لو نتاعي ونويسها فيه احنا نعاود 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 لكم بالصغيرها وبوحد الثلاث معرف بابلوس وعندنا هنا يا كله فوق النار نخلطوا ونحركوا ونخلطوه وراكوا تشوفو البخاء وراح لابالي بلي شهيدكم وهنا يا أنمرقوا بعد ما قلينا أمليح حتى نغرقوا كلش يعني هذا كل جاجوش درنا ما تزيدوش تشوفوه تشوفوه غير برق الماء من فوق حاجة ما تبال لكم من تحتها هنا عدنا الرشتة الرشتة بعد ما نحيتها مستها شي واش درت لها؟ درت لها الزيت هذه هي الخطوة الأساسية اللي لازم تسبقوا فيها لأنه كل واحد كيفاش يفورها هنا عاني نوري لكم ما بين يدية بعد ما فتحتها مليح والزيت كامل دخلت ونتحصلوا على الرشتة تكون مفتوحة ونوصيكم ونأكد لكم إنه كيتشو الرشتة ما تشروش الرشتة اللي تندر بالفارينا بالفارينا حتتعجن لكم لكن بالسميد اللي تكون اللون تحا راح الأصفر لكن كيتكون بالفارينا اللون تحا راح يكون اللون راح الأبيض علوغ لا يحقسها الفوار ولا كي شوية تاع السخانة راح تتعجن لكم ولهذا كيتكم بالسميد ما تخافوهاش لكن إذا كانت بالفارينا للأسف راح تشقعوا وتعدبر وحدكم وتخسروا الجاج والتعب باطل لهذا حبيت باش تشوفو هنا يا ووش راح ندير دايما الخطوة التانية اللي نأكد لكم عليها ونوصيكم عليها وباش تنجحوا في هاد الطبقة تعرشتة ونكون ما تديروش الكمية كاملة دايما نديرو بشوية لأنو ما نحبوش في الكسكاس يكون التقل ولا تكون la quantité لازم نديرو هادا كلوا باكي او دو تخوا فوا أنا احنا يا فضلت نديرو على مرتين احنا بعد ما حطيتو راكو تشوفو نقدر نشوفوش كاين اللي تحت علاش لأنو ما دكستهاش ما عمرتهاش ما راهيش فايدة راهي حاجة خفيفة وكي حطيتها شفتو خليتها هكاك من تفخة مهوية باش يدخلها الفوار ومامتون يعني تمتم تقدر تفور لكم وتوجد لكن احنا يا كيفاش نصبرو عليها كو تشوفوهن الكسكاس تاعي ما راهوش معمر لكن بعد ما تفور يعاود يحبط هاداك الهوى اللي كاين وهديك الرشتة اللي راهي خفيفة تعاود تتلق روحها وتحبط وتولي تنقص كي تشوفوها الكسكاس يبان مع اللغو القريب يتعمر لكن بعد ما تفور راح يحبط وكيفاش راني نرمي فيها اهنا نعمد باش قدتلكم ما تدخلش لداخل يعني نصبط وكيفاش راني نرمي فيها اهنا نعمد باش قدتلكم ما تدخلش لداخل يعني ما نحبطهاش بيدي ابان نسجمها ابان نساويها ابان نخلي هاداك الكسكاس يتعمر باش كي ما قلت الفوار والله هاداك السخانة اللي تخرج من الكسكاس تتوزع كامل ان شاء الله ما تاخد للكم شوقت وتاخد حقها كي ما يلزم الحال هنا الكسكاس عراك وشفتو ايبان مع عمر لا تغيس وصخانة ولفوار يخرج راح تزيد تعاود تاني تحبط وتولي تبعا كمية قليلة في الكسكاس سبحان الله على حبيت انا تشوفو كلش بيدعينيكم ولازم نأكد لكم على الخطوات اللي راح تنجح لكم هاد الوصفة احنا يا بعد ما فارت وش راح ندير الخطوة التانية ولي راح تأكد لكم وتجيب لكم وتشوفو البنة تاع الرشتة تعلاقانيها انو ما نفوروهاش تفويرها اللولة بالماء نفورها غير بالمرقة كين بزاف اللي يحبو المرقة يصفوها باش ما يتخلوش هاد الفلفل الكحل ولا حتا شوية تعال بسل المسكرفج لكن انا نحبها كي تكون لانو بعد ما تنشف مش راح تبان ونأكد لكم اهنا عاني نرفض فيها وباش نعمد انكم تشوفو انها راح يمشمخها حتا اللون يبان رايح الابيض وصخانة تحا راح تخرج تاني لكن بعد ما نخلوها مدة شوية يعني حتا تشرب راح يتبدي اللون تحا وتحسو باللي انو شربت هادك الماء كامل ولا هاديك العسوس لانو البناء كامل في العسوس هنا يا كين خليها ترتاح واش راح نزيد المرقة نزيد لها اللفت كي لدي لها القرعة كي لدي لها زرودية لكن الوصفة الحقيقية الاصلية هي دايما اللفت شوفو كي خليتها ترتاح شربت قايتك هاديك العسوس وان بلوس دوسا لهادك الفلفة الكريبان من الفوق ولا حتا هادك البصل لي كان شوية يبان ما كاش دوكا عنا نشوفو الرشتة ما شاء الله نزربها ونزيد نديرها تاني الكسكاس هادي هي التفويرة التانية ونفس الطريقة نازم نوزحها كامل في الكسكاس باش هادي كسخانة ما تروح لا هاك لا هاك تروح غير هاديك الرشتة ودايما التفويرة هادي البات ما تتفور نزيد الكمية التانية فوقها بعد ما تتفور واش راح نديرو نزيدو غير الزبدة دو بريفيرانس تكون ينكاليتي مليحة للزبدة راح تمتلكم بنا ولا ارواح عندما عندكم شديدو معلش ماركا غير اهنا الكيفية احنا نوجدناها زينناها بشوية تاع القرفة غبرة ورشة خفيفة تاع المصهر كما تاع الناس الزمن ونقول لكم خليتلكم الخير يوجه الخير في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله